الملك حمد بن عيسى الخليفة المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفرسية وسباق الخيل وسعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي الخليفة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية بتعينه في هذا المنصب متمنيا له التوفيق في أداء مهمه كما أبلغه سموه بنقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأطيب تمنياته للشعب السعودي الشقيق بدوام الازدهار والنماء من جانبه أعرب السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بدعم الكوادر الوطنية على كافة الأصعدة ترجمة نانسي قنقر